دعت الكويت مجلس الامن الى ابداء المزيد من الدعم للسودان الذي يدفع بالحلول السياسية لتحقيق السلام في الداخل وفي دول جواره جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي القاها القائم بالاعمال بالانابة لوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة المستشار بدرلمنيغ في جلسة مجلس الامن حول بعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور يونا ميدا نؤكد هنا على ضرورة دعم جهود حكومة السودان في بسط سيادتها على اراضيها بما في ذلك الاطلاع بمسؤولياتها الاولية في حماية المدنيين مرحبين بما ابداه مجلسنا هذا من وحده في تبني القرار 24-29 الذي سار في وطيرة متواصلة من تخفيض المكون العسكري لليونوميد تأكيدا الاستغرار المتواصل في دارفور تؤكيدا والغفو30 اجاب الدعم